إذن اليوم تبدأ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس المصري أمس بعد هجومي الكنيستين في طنطا والإسكندرية لكن على أي أساس تفرض حالة الطوارئ وما الذي يعنيه ذلك على أرض الواقع المزيد حول هذا الموضوع مع يوسف يوسف دائما حالة الطوارئ تثير الكثير من الجدل ولكن الرئيس يرى أن هناك حاجة ماسة لفرض هذا الأمر مما يعطيه مجالا أوسع ومرونة أكثر لمواجهة الحركات الإرهابية صحيح مهند لكن الدستور الجديد يضع ضوابط أقوى من الدستور القديم على فرض حالة الطوارئ وشكلها سنتابع هذا في القانون فاستفاء الإجراءات القانونية والدستورية هي الجملة التي ارتبطت بإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في تفجيري طنطا والإسكندرية وفق المادة الرابعة والخمسين بعد المئة من الدستور المصري يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء يعلن حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي في أجازة مثلا واجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ هذه نقطة مهمة يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تمدد إلا لثلاثة أشهر أخرى بعد موافقة هذه المرة في التمديد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وليس الأغلبية البسيطة يجب أن يتضمن قرار الطوارئ بيان الحالة التي أعلنت بسببها تحديد المنطقة والتي تشملها وتاريخ بدء سريانها بالتفصيل التدبير التي يتيحها قانون الطوارئ تقيد حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ومنح الأمر بمراقبة الرسائل أي كان نوعها إذن صلاحيات أمنية واسعة جدا نتحدث عنها ومراقبة الصحف من بينها والنشرات والمطبوعات والرسوم قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها وجواز تحديد مواعيد فتح المحال حتى المحلات العامة وإغلاقها بما في ذلك سحب الترخيص وعن الأسلحة أو الذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها إذن صلاحيات واسعة جدا تعطيها حالة الطوارئ للحكومة ولكن أيضا هناك ضوابط وهي ثلاثة أشهر موافقة البرلمان في حالة التمديد فقط لثلاثة أشهر مع ثلثي البرلمان وتحديد الحالة والمدة والمنطقة التي يحشون هو السؤال الأساسي يوسف هل الحكومة المصرية بحاجة لفرض حالة الطوارئ لجعل تنفيذ عمليات إرهابية مسألة أكثر صعوبة على الجهات الإرهابية هذا هو السؤال الأساسي لأن هذه الحالة تفرض بسبب وجود خطر تهديد إرهابك وهل يمكن أن يكون هناك صدام أو شيء مع المجلس الذي سيتم إعلانه وتنفيذه وهو مجلس مكافحة التطرف الإرهاب الذي أيضا سيكون لديه آليات تنفيذية لمحاربة الإرهاب أسئلة مهمة خلينا نسألها لضيفنا شكرا جزيلا لك يوسف معنا الآن من القاهرة الخبير الأمني إيهاب يوسف مساء الخير أستاذ إيهاب مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار بداية السؤال البديهي الذي طرحنا هل مصر بحاجة إلى حالة طوارئ لمكافحة الإرهاب مساء خير تحياتي لحضراتك والسادة المشاهدين وتعزين للشعب المصري والعالم كله في الحادث الإرهابي الذي حصل في مصر بلا شك في مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع القومي الدفاع الوطني انعقت في مصر بالأمس برئاسة الرئيس الجمهورية وحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية والقيادات المعنية واستقر الأمر في هذا الاجتماع على الاحتياج إلى إعلان حالة الطوارئ وفقا للقانون والدستور وأنا بشكر الحرفية التي عرضتوا بها التحليل هل هذا سيؤدي للنتيجة المرجوة وبالتالي يتم وقد الإرهاب في مصر في خلال ثلاث أو ستة شهور بلا شك لا مش ممكن أن نلحق أن نقضي على هذا وبالتالي بلا شك أن الموضوع سيستمر الموضوع موجهة الإرهاب في الغالب سيستمر أكثر من ستة شهور ولكن قد تكون الحكومة أو أجهزة الأمنية في احتياج إلى بعض قرات الاستثنائية التي من شأنها فرض حالة من المراقبة على بعض الأشخاص اعتقال بعض الأشخاص وده كلها صلاحيات بتمنح وفق قانون الطوارئ شأنه شأن قوانين الطوارئ المطبقة في دول أخرى منها فرنسا منذ الحدث الإرهابي البشر الذي حدث هناك وبالتالي هذه القوانين بتكون قوانين معمول بها في الدول بتقضع لرقابة القضاء وفقا للقوانين الاستثنائية المعمول بها ومن شأن هذه القوانين منح سلطات استثنائية لرجال الأمن حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم الموكولة بهم هنا في الدستور الجديد بتقع الرقابة أخرى غير الرقابة التي كانت بتتم من خلال القضاء واحدة ولكن الرقابة الثانية بتتم من خلال البرلمان لأن إعلان حالة الطوارئ بيستلزم وجود رئيس الوزارة زي ما هيحصل بكرة في مصر تم استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء لإعلان أسبابه وبالتالي هنا فيه رقابة على الأسباب زي ما تقرير تفضل وقال الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب ما عندهمش أي اعتراض على إعلان حالة الطوارئ في المرحلة الأولى لأن كل مستشعر أن فيه خطورة وفي نفس الوقت حجم المعلومات المتاحة عند العامة لا يكفي لاتخاذ قرار برفض حالة الطوارئ ومن ثم سيثيره وفق ما اقتدت اللجنة المعنية بالأمن قوم المصري هذا فيما يتعلق بالثلاثة أشهر الأولى التي أعلن عنها الرئيس السيسي يوم أمس ماذا في حال رأى الرئيس والمعنيين بأن هناك حاجة أيضا لتمديد حالة الطوارئ لفترة إضافية هل ستمر هذه المسألة بنفس السهولة برأيك أم كيف ستكون الأمور؟ الموقف سيعتمد على الحالة في الشارع في الوقت هذا وإيه النجاحات التي ستكونت حققت وإيه التحديات التي ستكون موجودة وإحنا عندنا مثال بالرغم أنه مثال مؤلم ولكن مازال حالة الطوارئ بقالها أكتر من ثلاث مرات تقريبا تتجدد في شمال سينة وده راجع للظروف الموجودة هناك وحجم التحديات الموجودة أمام القوات فضلا عن العملات الإرهابية التي مازالك بتحدث وكان أخيرها التعرض أو تهجير مجموعة من الإخوة المسحين من شمال سينة من العريش بالزرق ففكرة منح الصلاحية من عدمه أعتقد أنها ستكون بتترتب على الحالة الموجودة عليها الدولة في ذلك الوقت ومدى النجاح لإدارة أجهزة الأمن إحنا عايزين لو حاجت إذن لي هرجع خطوة الوراء لأن الدستور 2014 إدى المصر مجموعة من الصلاحات الجديدة وإدى البرلمان بمعنى الصح مجموعة من الصلاحات الجديدة في مراقبة فضلا عن حالة الطوارئ وقوانينها مراقبة أعمال الحكومة بصورة أوسعة وبالتالي من الناس التي ستكون محطوطة تحت المتابعة في هذه الفترة السيد وزير الدخلية والأداء الذي سيقوم به ويقوم به رجال الأمن في هذه المرحلة وبالتالي أعتقد أن تجديد حالة الطوارئ من عدم وبعد ثلاث شهور الأولى سيرجع للخريطة التي ستتقدم من نجاحات وإخفقات في هذه المرحلة كما تعلم مستاذي هاب حالة الطوارئ لديها مرارة خاصة في مصر بسبب حالة الطوارئ التي فرضت في العهود السابقة والشعب المصري كان دائما يشكو من هذه المسألة الآن كيف سينعكس ذلك برأيك على حياة المواطن المصري العادي بشكل يومي هل برأيك سيكون المصري اليوم أكثر تقبلا لقبول ربما بعض الإجراءات الإضافية التي لم يعتد على أن يتعايش معها أعتقد ذلك أعتقد أن المواطن المصري سيتقبل بالرغم من أننا مؤمن أن الكل كان يتوقع بعد ثورة 2011 عدم إعادة حالة الطوارئ إلى مصر مرة أخرى الأمال كانت مفتحة إلى غد أفضل بكثير في مصر استثمارات ونجاحات ديمقراطية حياة منفتحة بصورة معينة ولكن يبقى الإرهاب هو التحدي الموجود في العالم كله ومن ضمنها مصر في هذه المرحلة وبالتالي أعتقد أن الشعب المصري سيتقبل فرض حالة الطوارئ من مرة أخرى على أمل أنها تكون فترة قصيرة وتنتهي سريعا بإذن الرحمن وربنا يوجه القيادات الأمنية والمعنيين بهذا الأمن لاتخاذ قرات الحاسمة الصحيحة التي لا تضر الحقوق الإنسان ولا تضر بحريات المواطنين وفي نفس الوقت تتحقق الأمن في الشارع المصري في عصر وقت ممكن كما أشرنا قبل قليل حالة الطوارئ بشكل أوتوماتيكي تفرض قيود إضافية على حرية الناس التحرك الاجتماع الانتقال الإقامة المرور في مناطق معينة إضافة طبعا إلى مسألة مراقبة الصحف والمطبوعات والمنشورات وكل هذه الأمور إلى أي مدى الشعب المصري بعد ثورة يناير مستعد لتقبل مثل هذه الأمور؟ الشعب المصري أصبح بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا في الفترة الأخيرة ومازال بيتطلع لغدا أفضل فبيرى أن الإرهاب هو العائق أمامه في تحقيق هذا الغد الأفضل وفي نفس الوقت بيشعر أن استهداف شريحة من شريح المجتمع المصري بتعرض مصر كلها للخطر لأن ما نحناش عارفين أو لا توجد صورة إدراكية كاملة لما يحدث بعد ذلك وبالتالي استهداف شريحة الإخوة المسيحين النهاردة استهداف الزباط الشرطة وقاتل مسلحة والقضاء ده تم على مراحل متتالية فالشعب في مصر كله يحاول أن يستشرف أمال الغد المشرق من خلال حياة أفضل شايف أن الإرهاب هو العائق لده لما تيجي النهاردة الأجهزة الأمنية بتقول له أنا محتاجة صلاحيات أوسع عشان أقدر أحقق الأمن الذي تتطلع به عشان تقدر تحقق استقرار أعتقد أنه سيتقبل علما بأن في إطار قانون الطوارئ حتى في حالة القبض على أي شخص فأجهزة الأمن مجبورة أنها تعمل حكتين مهمين جدا في وجهة نظري لحماية حوق الإنسان أولا إما أنها تبقي هذا الشخص لمدة 24 ساعة وده الإجراء العادي وتحيله للنيابة ومش من صراحاتها أنها تبقي أكتر من كده أو لو صدر قرار باعتقاله فعليها على أجهزة الأمن أنها تعلم أهليته بمكان اعتقاله وأسبابه عشان يبقى من حق أنه يتضرر من هذا القرار أمام القضاء وبالتالي اللي يهمني هنا حكتين طبعا نتمنى أنه يكون فيه قانون طارئ ولكن بما أنه يهمني هنا حكتين الحاجة الأولينية أن مكان الشخص يكون معلن وبالتالي لا تظهر حالات مما يقال عليه الاختفاء القصري أو ما شابه الحاجة الثانية أن يتم كل هذا تحت إطار القانون وده مكفول وفقا للقانون والدستور المصري وحتى في أثناء وجود الرئيس مبارك كان نفس الحكاية بتحصل برغم أنها فترة 30 سنة إلا أن المعتقل في ذلك الوقت كان من حقه أنه يلجأ للقضاء وتضرر من قرار اعتقاله والمحكمة وشأنها إما أنها تصدر القرار بالإخلاء سبيله أو من عدمه فده الإطار النهاردة الصلاحية الممنوحة لمجلس النواب هي فترة قصوى بتمتد إلى 6 شهور في إجراءات تانية بعدها لو في رغبة تمديد الفترة دي أطول منك شكرا جزيلا لك الأستاذ إيهاب يوسف الخبير الأمني كان معنا مباشرة من القاهرة